ازايكو هنتكلم النهاردة عن جملة كلنا كل ام في البيت بتقولها لولدنا استنى لما بوك ييجي استنى لما بابا ييجي وهحكيله كل اللي انت عملته استنى لما بابا ييجي وهخليه عقبك استنى لما بابا ييجي ونشوف رأيه وفي الموضوع ده ينفع تعمله ولا ما تعملوش اولا الجملة دي غلط خالص والمفروض نشيلها لانك بالجملة دي بتشيل سلطاتك وسيطرتك على ابنك تمام وبتخلي كل السلطات دي في ايد الاب فالطفل مش هيرضى يعمل اي حاجة خالص غير لما بابا ييجي ونشوف رأيه ايه او نشوف بابا هيعمل ايه تمام كمان ده هيخلي ابنك مش هيحترمك خالص لان هو شايف ان انت ملكيش قرار وان كل القرارات في ايد الاب او في ايد بابا تمام كمان الجملة دي فيها تهديد واضح بالاب وبتخلي ان الاب ده هو الشخص الشرير اللي بيقدر يجيب حقك من ابنك اللي هو بيسمعش الكلام اللي هو ما بيعملش الواجب اللي هو ما بيعملش اي حاجة صح الا لما بيخاف من بابا اللي هو الشخص الايه بقى الشرير بقى القوي اللي هيقدر يجيب ايه يجيب حقك من ابنك تمام وطبعا ده غلط جدا على الصحة النفسية للطفل لان انت كده بتهزي مكانتك ومكانة بابا بتخلي مكانة بابا في صيغة او في صورة الشخص الشرير اللي دايما بيزعق وبيضرب وهو اللي بنسمع كلامه بس وحضرتك بتخلي لنفسك ملكيش اي لازمة في حياة ابنك تمام وطبعا ده بيأثر على علاقة الطفل بيكي وببابا فعشان كده بلاش الجملة دي خالص لان الجملة دي بتأثر على علاقة الطفل بيكي مش هيبقى يحترمك ولا هيعملك اي اهمية ولا هيسمع كلامك وبعلاقته ببابا انه دايما هيبقى خايف من بابا فبلاش لما بابا ييجي هقوله او استنى لما بابا ييجي تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام